موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث نحلل ونناقش ونتوقع ربما بعض السيناريوهات على المدى المنظور أقل أرحب أيضا بضيفي في الستوديو لهذا اليوم الأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أستاذ جهاد أهلا وسهلا كالعادة نذهب سريعا لما تداولت صحف اليوم من عنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش شكرا نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومن الأيام نقرأ تواصل فعاليات التضامن مع الأسر المضربين عن الطعام 40 إصابة في مواجهات شمال غربي القدس واستئناف المشاورات غدا حول مبادرة الجبال والنهضة تستعرض عضلاتها في الشارع التونسي والغنوشي يؤكد أن الحركة لن تترك الحكم إلى صحيفة القدس اتصالات فلسطينية إسرائيلية حول قضية المعتقلين المضربين عن الطعام ونقلت عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء أبو مازو قوله وفداح فتحه حماس يلتقيان في السابع والعشرين من الشهر الجاري إلى صحيفة الحياة الجديدة لجنة الانتخابات المركزية تؤكد كفاءة طواقمها في تسجيل الناخبين وعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يؤكد إجراء حماس مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل ننتقل إلى أهم الصحف الصادرة عربيا ومع الدستور الأردنية الأسير الفلسطيني سامر العساوي يقول لن أنتظر شليطا آخر لأنال حريتي أما صحيفة الغد حماس تعترف لن تكون هناك مصالحة حقيقية ولن نذهب إلى الانتخابات إلى صحيفة الأهرام قيادي بارس في حماس ينفي وجود لقاءات في القاهرة مع إسرائيل بوساطة مصرية نبقى بمصر ومع صحيفة الجمهورية حماس غاضبة لطرد وفدها من سوفيا ومفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتخفيف حصار غزة إلى أهم عنوين الصحف العربية الصادرة في لندن ومع القدس العربي الأمن البلغاري يقتحم مقر وفد من حماس ويرحلهم بالقوة والحركة تصف الخطوة بالحماقة والردوخ للضغوط الصهيونية ومن الشرق الأوسط اتصالات سرية مكثفة في مصر لتطبيق التهديئة بين تل أبيب وغزة نصل إلى أهم ما جاء بصحف الإسرائيلية ومن صحيفة معريف اليوم لبرمان في قفص الاتهام والشاهد الرئيسي نائبه داني أيلون إلى صحيفة يدعوت أحرانوت داخل حي عميل المساد المنتحر في إستراليا اليهود قلقون من إمكانية اتهامهم بالعمالة لإسرائيل ومن صحيفة هارتس لبرمان سينفي التهم وسيطالب بمحاكمة سريعة وختام جولتنا بأهم عنوين الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست الشباب في مصر يحتقرون الشرطة ولم يعد بإمكان السلطة قمعهم إلى صحيفة نيويورك تامز الدكتاتورية تهدد الربيع العربي وأخيرا من الغارديان الحكومة الإسرائيلية تقوم بتعويض عائلة السجين أكس أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ جهاد حرب أستاذ جهاد قبل أن أدخل في تفاصيل الأحداث الجديدة يعني سواء مسألة طرد النواب حركة حماس من بلغاريا وما حملت من قضايا جدلية سواء تصرف بلغاريا أو تضخيم هذه الزيارة من قبل حركة حماس ولكن مسألة التصريحات الأخيرة من قبل قادة من حركة حماس حول المصالحة يعني أنا استغرابة صحيفة الغد في عنوانها أن هناك حماس تقول بأنه لن تكون هناك مصالحة حقيقية ولا نذهب إلى الانتخابات هذا كان بحسب الصحيفة بلسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية ولكن عندما قرأت متن الخبر لم أجد جملة حرفية لخليل الحية يقول فيها بأنه لن تكون هناك مصالحة حقيقية وأن حماس لن تذهب إلى الانتخابات رغم أنه مفهوم من تصريحات سابقة لقادة في حركة حماس ما يؤكد هذا العنوان ولكن في متن هذا الخبر حتى أكون مهنية وصادقة في طرحي مسألة أخرى يعني ما لم يقول خليل الحية إلى صحيفة الغد قاله آخرون من قادة في حركة حماس حول المصالحة وحول الانتخابات ما استدعى من أن حركة فتح خرجت ببيان تطالب في عدم الإنجرار إلى من يحاول توتير الأجواء وطالبت حركة حماس بلجم قادتها في الحركة الذين لا يريدون إنهاء الانقسام وقالوا بأننا نتحدث بشكل أساسي طبعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ما الذي يجري على هذا الصعيد؟ هل تتفق مع ما قالوا مثلا عزام الأحمد وأحمد يوسف في حلقة يوم الخميس من أنه يجب الحفاظ على الأجواء الإيجابية وأن المصالحة تتحرك عربت المصالحة تتحرك ولكن ببطء ولكن هناك اختراقات حصلت مسألة تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة الحديث عن أنه تشكيل الحكومة أو مشاورات الحكومة تشكيل الحكومة بدأت وأنه سيكون هناك مرسوم رئاسي مزدوج للإعلان عن موعد الانتخابات بعد ستة أسابيع وأيضا الإعلان عن الحكومة أو تشكيلها ما الذي يجري على هذا الصعيد؟ ما الذي ما هو غير واضح للشارع الفلسطيني وبحاجة أن يكون أكثر وضوحا برأيك؟ يعني باعتقادي أن هناك إشكالية حقيقية في عملية المصالحة أولا هناك تركيز على العملية كبروسس أكثر من تركيز على المصالحة ذاتها هذا من ناحية وما شاهدناه خلال الأشهر الماضية أن هناك عمل اللقاءات إلى آخره من هذه اللقاءات التي لا يوجد عمليا شيء جديد فيها ثانيا التصريحات تقول أنه صحيح أنه لن نصل إلى المصالحة حتى الآن لكن دعونا ننظر إلى نصف الكأس المليان وأيضا بحاجة إلى صبر لأنه دولاب أو عجلة المصالحة قد بدأت في عملية التسجيل لكن هذا ليس مضمونا ربما نسجل اليوم لكن لا تجري الانتخابات بعد ثلاثة أشهر وأنا بعتقد حركة حماس إلى اليوم يعني الانتخابات ليست بعد ثلاثة شهور يعني أيضا هذه نقاط بحاجة لأن نبقى كإعلاميا نوضحها للشارع الفلسطيني بعد ستة أسابيع سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات هذا يعني شهر ونصف إذا جرت الأمور بأن شكلت الحكومة طبعا في ذات المرسوم فإن الانتخابات يجب أن تجري بعد ثلاثة شهور بعد هذا الشهر والنصف بمعنى بعد أربع شهور ونصف إن جرت الرياء هذا هو الحديث عن ستة شهور في المرات السابقة كانت حدث أنا مدة الحكومة ستة أشهر عندما تم توقيع اتفاق الدوحة شهر ونصف تقريبا أو صوت الأسابيع هي لتحديد المشاورات ولتحديد موعد الانتخابات وبالتالي الثلاث شهور المتبقية خاصة قانون الانتخابات يتحدث على أن يصدر مرسوم تحديد يوم الانتخابات قبل تسعين يوما وبالتالي نتحدث عن هذه الثلاث شهور لم تبدأ حتى الآن مشاورات الحكومة حتى نكون صادقين لأن الاجتماع كان مقررا أن يكون يوم تسعتاش وأجل إلى سبعة وعشرين يعني أن يوم سبعة وعشرين سيجتمع الفلسطينيون حركتين فتحوا حماس والمصريين المخابرات المصرية ليبدأ الحديث حول تشكيل الحكومة وهذا قد يستغرق الوقت أيضا على الرغم من الحديث عن بنوك من الأسماء للوزراء أو الأشخاص هم ممكن أن يكونوا وزراء وهذا لا أعتقد أنه دقيق بالمعنى الصحيح ثانيا هنا خلاف داخل حركة حماس وخلاف جدي حول المصالحة وحول الإجراءات التي يمكن أن تتبعها وواضح من خلال التصريحات البعض يربط المصالحة والانتخابات بوجود الحريات وطبعا الحريات هي جزء متضمن بعملية المصالحة لن تكون هناك مصالحة هناك لجنة خاصة لجنة الحريات بعض الأحيان يخرج علينا بعض قيادة حماس بقول أنه لا اعتراف بإسرائيل كما خرج بالأمس إسماعيل هنية وقال لا اعتراف بإسرائيل إذا تم المصالحة يعني ما زال البرنامجان مختلفان جدريا لم نصل إلى برنامج مرحة هذا ما يقوله تصريحة قادة في قطاع غزة تحديدا أو على الأكثر بينما ما نسمع من خالد المشعل ليس هكذا يعني ليست مسألة الاعتراف بإسرائيل بقدر ما هي مسألة الحدود الـ 67 المقاومة السلمية يعني حتى وصل الاثنان يعني أحمد يوسف من قطاع غزة وعزام الأحمد الأخي عزام الأحمد كان في الستوديو كان الأمر أشبه بأنه البرنامج واحد أو أنه تطابقا إلى حد أنه أنا كإعلامية مش عارفة جادل وإذا بنت جادل أجادل في شو طب إحنا على إيش مختلفين نتمنى ذلك لأنه واضح أنه هناك خلاف في حركة حماس تحديدا حول البرنامج السياسي حول التكتيكات التي يمكن أن تكون هذا من جانب عندما نتحدث عن خالد مشعل عن أحمد يوسف هناك وضوح في الرؤية وطرحهم عندما نتحدث إلى الصحف الأمريكية رئيس المكتب السياسي حول حل الدولتين لكن نعود لنسمع شيئا مختلفا من قطاع غزة يخرج من قيادات مركزيين نتحدث عن إسماعيل هنية عن الزهار عن الخليل الحية وغيرهم عندما يضعون اشتراطات لعملية المصالحة يعني أن هناك خلافات داخلية وواضح الخلاف أيضا ليس فقط على الموضوع السياسي حتى داخل ترتيب البيت الحمساوي القيادي حتى اليوم تقريبا صر نعام على انتخاب رئيس المكتب السياسي ولما يستطع وأجل الموضوع أصلا يعني التأجيل هنا يعني أنه لم يجدوا اتفاقا لا يوجد اتفاق داخل قيادة حركة حماس حول شخص رئيس المكتب السياسي وبالتالي إذا كانت حركة حماس المنضبطة بين قوسين لم تستطع أن تنتخب رئيسا أو زعيما لها فكيف يمكن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية البيوت الداخلية للأحزاب الرئيسية حركتين فتحوا حماس غير منظمة حتى الآن وغير جاهزة لهذه الانتخابات هذا أحد المفاصل الأساسية فيما تعلق لعملية المصالحة لأن أحد أبواب المصالحة الأساسية هي الانتخابات على الرغم أن الأبواب الأخرى هي كمان متكافئة ومتوازية مثل الحريات مثل المصالحة الاجتماعية إلى آخر حتى تعود وأيضا دمج عادة دمج وتوحيد المنسسات للحكومة وتوحيد المنسسات طيب مسألة الوفد البرلماني الثلاثي يعني من ثلاثة نواب من حركة حماس الذين تم طردهم من بلغاريا قضية أثارت الجدل مرة نسمع من قياديين من حركة حماس بتحميل السلطة هذه المسؤولية وأن الطرد تم بناء على رغبة السلطة طارة أو طارة أخرى يحمل إلى إسرائيل وضغوط إسرائيلية وأنه أيضا يعني أصلا السفير البلغاري وإسرائيلي أو يهودي الأصل وزير الخارجية عفوا وزير الخارجية البلغاري وإسرائيلي أو يهودي الأصل يعني بطريقة ما بتصيب السلطة ترطوشة يعني من الجانب حركة حماس ما الذي يعني نستطيع أن نصفه عدل عبد الرحمن في صحيفة الحياة الجديدة كتب مقالة بعنوان حماس يا فرحة ما تمت يقول بأنه جرى تضخيم هذا اللقاء واعتباره اختراقا سياسيا من قبل حركة حماس وهذا ما هو غير معقول لأنه أصلا الزيارة ليست رسمية وأنه زيارة كانت لمؤسسة أهلية وبالتالي ليس هناك ترتيب لعقد لقاءات سياسية مع رجال في بلغاريا أيضا التصرف الدولة البرغارية كما يقول عدل عبد الرحمن هو غير لائق ومشين ونحن نضم ذات الصوت لمقال عدل عبد الرحمن بأنه من غير الأصول البروتوكولية أو الديبلوماسية أن يتم التصرف على هذا الشكل ولكن يتساءل عدل عبد الرحمن أنه طيب لماذا تصرفت بلغاريا على هذا النسق باعتبار أنها جزء طيب من الاتحاد الأوروبي وأنها تعتبر حماس حركة إرهابية في وقت يتساءل هو بأنها يعني جزء من الإخوان المسلمين الذين عقدوا اتفاهما وتحالفا مع الولايات المتحدة الذين يقبلوا بحدوده عن دولة 67 ويقول بأنه في مفاوضات أصلا غير مباشرة بين الحركة وبين إسرائيل وهذا عنوان ليس سر وقيل بأن هذا في القاهرة جرى وغيره يعني مثل اجتماعات سويسرا إن صح التعبير لتساؤلات عادل عبد الرحمن كيف يجيب عليها برأيك الاتحاد الأوروبي من ناحية وكيف تجيب عليها حركة حماس التي أبرزت القضية وأن هناك محاولات لعزلها محاولات لشطبها رغم أنهم انتخبوا من الشعب الفلسطيني وهذا لا ينفي أحد يعني في الأول يجب أن نتحدث عن طبيعة الزيارة الزيارة هي كانت لمركز أبحاث مركز أبحاث دراسات الشرق الأوسط الشرق الأوسط أو الشرق الأوسطية وكما هو معروف عندما يقوم أي من السياسيين بالذهاب إلى دولة أخرى على هامش هذا النشاط الأساسي أو ورشة العمر الأساسية يكون البعض قد رتب لهم مجموعة من اللقاءات سواء مع سياسيين أو برلمانيين ما حدث أن حركة حماس ضخمت هذه الزيارة من ناحية بوصول الوفد حماس أو وفد أعضاء المجلس التشريعي إلى بلغاريا وباعتباره اختراقا سياسيا مهما وهو على خلاف ما هو موجود في بلغاريا ذاتها التي لم تقف مع التصويت الفلسطيني في بلغاريا وبالتالي مستهجا أن يكون هناك زيارات لنواب بلغاريين لم يستطيعوا إجبار حكومتهم على التصويت لدولة فلسطين هذا من ناحية وبالتالي حماس اعتبرت أن هذا فتحا لها فيما يتعلق بالذهب إلى الاتحاد الأوروبي على خلاف الموقف الأوروبي الرسمي المعلن هذا من جهة أخرى أن حكومة إسرائيل عندما رأت هذا التضخيم هذه الزيارة والأحزاب المعارضة للفلسطينيين في بلغاريا والحكومة جزء منها باعتقادي بدأ هناك تحرك داخل الحكومة بلغاريا لمنع استمرار هذه الزيارة على الرغم أن النواب الثلاث قد حصلوا على تأشير الدخول لبلغاريا رسميا من قبل السفارة أو القنصلية البلغارية في القاهرة وبالتالي الموقف البلغاري أيضا هو مشين لأنه أولا منح التأشيرات ومن ثم أوقفها دون سبب دون أن يكون هناك احترام ليس فقط للنواب بل أيضا للشعب الفلسطيني ربما أنا أعتقد أن هذا الموقف غير مبرر للحكومة البلغارية وربما يتطلب أن تقوم باعتذار للشعب الفلسطيني للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من تعاملها مع رعاية السلطة الفلسطينية بغض النظر عن مكانة هؤلاء الأشخاص سواء كانوا نواب أو مواطنين السفير الفلسطيني في بلغاريا قال بأنه لم يكن على علم أولا النواب لم يقوموا بالاتصال به أثناء محاولة المدهمة والتسفير وقال بأنه عندما علم بالأمر كانوا قد وصلوا المطار منتجهين إلى تركيا بالإضافة أنه أصلا حين وصولهم تم استقبالهم من قبل السفير الفلسطيني وإقامة نام لا يوجد مشكلة في الموقف الفلسطيني ذاته سواء موقف السلطة الفلسطينية أو فتح أو حماس أو غير المشكلة عندما يكون هناك حكومة تمنح تأشير الدخول لمواطن أو لمسؤول سياسي وهي تعرف منهم جوازات صفارهم هي واضحة تقوم بتسفيرهم بهذه الطريقة باعتقادي على الرغم من الخطأ ربما الإجراء الذي جرى لكن هذا لا يجوز أن نقف أمام هذه الحادثة سواء كانت التعامل مع دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين سواء كما مواطنين أو غيرهم اليوم موقف فلسطين قد تغير على الخارطة الدولية يجب أن تحترم الدول الفلسطينيون كمواطنين طيب دعنا نسأل ما هو وراء الإجراءات يعني سواء خضوع بلغاريا لضغوط إسرائيل أو موقف الاتحاد الأوروبي المعلن من أن حركة حماس حركة إرهابية أو من هذا الباب وهو في حديث أصلا مؤخرة من أن فرنسا تستبعد أن يكون حزب الله أو أن يضم حزب الله ضمن هذه المنظمة الإرهابية لكن في صحيفة الشرق الأوسط اتصالات سرية مكثفة في مصر لتطبيق التهدئة بين تل أبيب وغزة وفي أكثر من قيادة حمساوي لم ينفي أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتطبيق اتفاق التهدئة في هذا الخبر أودي سيجال يتحدث وهو المعلق السياسي لقناة الإسرائيلية الثانية بتلفزيون الإسرائيلي قال بأنه على أكثر من ملف يتم الحديث فتح معبر رفح لإدخال مواد البناء حرية المزارع للوصول إلى أراضيهم المتاخمة للسياج الأمني الحزام الأمني أيضا مسألة الصيادين لم يستبعد أن يتم أصلا مناقشة موضوع الأسرة المضربين عن الطعام في مفاوضات القاهرة كل ذلك وهو يقول بأن إسرائيل تتعامل بليون أكبر مع قطاع غزة عنه في الضفة الغربية ما الذي تسمح فيه إسرائيل في ضوء الرغبة الأساسية لاستمرار لانقسام إن كنا نتفق على هذا الأساس كيف تتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة من ناحية وفي حركة حماس في مناطق أخرى مثل ما حدث في برغاريا وكيف تتعامل مع الضفة الغربية مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالدرجة الأساس ابتزاز مالي يعني من ناحية أنا أفهم الخبر من أنه والله إسرائيل بتفتح على قطاع غزة من ناحية بتسكر على الضفة الغربية من ناحية لأغراض سياسي بالتكتك وكأنها بطريقة تجعل الفلسطيني يشعر بالغيرة لما يفتح للجهة في موقع يغلق عليه وفي فترات ومناسبات لها توقيت سياسي معين لإسرائيل هل نستطيع أن نفهم الرسالة التي ترسلها إسرائيل أو التكتيك الذي تمارسه ولأي حد قد يصل يعني الهدف الأساسي في إسرائيل هو وجود أمن للإسرائيليين ولا إسرائيل لذلك لا تريد أن يكون هناك إطلاق نار من قطاع غزة وهي تأتي في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة التي جرت مع بعض الحرب الأخيرة أو حرب تشرين إذا جازت تعبير تشرين ثاني 2012 هذا جزء جزء آخر هناك ضغطاً مصرياً فيما يتعلق بموضوع الأسرة المضربين وأيضاً الذين تم اعتقالهم بعد اتفاقية شاليت أو بعد إطلاق صراحة شاليت هذا الجزء الأساسيان فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في القاهرة لكن أيضاً لا ننسى أن قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة كان هناك تفاهمات ومفاوضات ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين حركة حماس حول هدنة طويلة الأمد حول ظروف جديدة لقطاع غزة هذا قد يريح الإسرائيليين لفترة من الزمن فيما يتعلق بالموضوع الأمني هذا من ناحية، من ناحية أخرى أن حركة حماس تستطيع أن تأخذ قصة من الراحة في قطاع غزة وبالتالي تأسيس دولتها أو كيان فلسطيني هناك بقيادة حركة حماس سواء كان بتسهيلات عن طريق المعابر الإسرائيلية من ناحية أو عن طريق استخدام معبر رفح وواضح أن الحكومة الإسرائيلية هي ترتاح لوضع قطاع غزة في الحضن المصري وبالتالي زاحت هذا الهم أولاً المسؤولية الاحتلال عن قطاع غزة باعتباره ما زال محتلاً سواء كان من البحر أو الجو أو الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وبالتالي لم يعد هناك مسؤوليات للاحتلال وفقاً للقانون الدولي لهذه المنطقة هذا من ناحية أخرى تحاول أن تضع المصريين في حرج خاصة بعد ظروف مصر الصعبة سواء كان في القاهرة حول النظام السياسي بعد تولي الإخوان المسلمين الرئاسة في القاهرة أو ظروف سيناء أيضاً المتوترة والتي قد تصل أحياناً إلى حد التمرد على النظام العام في سيناء طيب كيف نفهم دور مصر؟ يعني أنت بتقول أنه حرج يعني قد تشعر مصر في حرج ولكن ألا تعتقد بأنه لاهتمام مصر في مسألة المفاوضات الغير مباشرة وتطبيق اتفاق التهديئة أيضاً أغراض سياسية لصالح حركة حماس مثلاً هل يتوازى ذلك مع موطوب من مصر للضغط على إسرائيل في قضايا مهمة لمنظمة التحرير ضمن المشروع العام لإقامة الدولة الفلسطينية أو المشروع الوطني الأهم وإقامة الدولة الفلسطينية؟ يعني مصر لن تتغير سواء كانت بمرسي أو بن بارك أو بجمال عبد الناصر أنا باعتقادي أن الدولة المصرية هي دولة وليست شخص بغض النظر عن من سيحكم وهذه تأكدات من المصريين ذاتهم من نظام الحكم هناك نظام موجود في مصر بغض النظر عن من سيكون رئيس هذه الدولة وتوجهاته صحيح أن بعض القطاعات الحكومية ستتعامل بطريقة مختلفة عن الأول لكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس هذا ما يفسر مثلا إغلاق الأنفاق وما إلى آخره نعم الأمن القومي المصري هو الذي يحكم الدولة المصرية خاصة أن قطاع غزة هي مجال حيوي لمصر ولا الأمن المصري ولا أعتقد في يوم من الأيام أنه سيتغير هذا الجانب إلا إذا كان تحولا جذريا في النظام المصري بشكل كامل وهذا من الصعب أن يحدث سواء كان بانتخابات المجلس الشعب أو الشورى أو برئيس إنما سيكون هناك تغير في الثقافة العامة داخل مصر فيما يتعلق بجهاز المقاورات العامة فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي ومسؤولياته عن قطاع غزة لأنه سيزيد وجود قطاع غزة في مصر بمعنى آخر أن يكون هناك دولة أو كيام فلسطيني على الحدود المصرية يكون شريانه الوحيد مصر سيزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية أيضا على القاهرة مما ترفض هذا بتاتا وتريد أن تجد حلولا واضحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بإقامة دولة الفلسطينية ستساعد الفلسطينيين بغض النظر عن من سيكون في الحكم من الفلسطينيين أيضا سواء كان حركة حماس أو فتح لكن نعرف أن الأشخاص يلعبون دورا فيما يتعلق بالسياسات لكن ليس بالموقف الأساسي الشامل عندما نتحدث عن موقف الشامل هناك الجيش له مكانة واضحة في النظام المخابرات المصرية لديها مكانة واضحة في النظام بالإضافة إلى السياسيين وإلى العوامل الاقتصادية التي ستؤثر لذا أي اتخاذ قرار استراتيجي في مصر سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي وأيضا السياسي وارتباطات الخارجية لا أعتقد أن مصر سيتكون بعيدة عن الضغوط الأمريكية مثلا أو الأوروبية وتحديدا الأمريكية والعلاقة مع إسرائيل في علاقة حماس أو قطاع غزة مع القاهرة طيب إلى الشأن الإسرائيلي سريعا في آخر ما تبقى من دقائق أبيك دور لبرمن في قفص الاتهام اليوم محاكمته داني أيلون نائب هو الشاهد الرئيسي داني أيلون في تصريح له أمس السبت قال بأن أبيك دور لبرمن لا يصلح لوزارة الخارجية وأنصحه بأن يتواجه إلى وزارة المالية بالعلم أن نتنياهو أصلا يواجه مشكلة في توزيع الحقائب ثم نسمع بقلم أكرم عطلة في صحيفة الأيام مقالة بعنوان ويكيليكس إسرائيل صندوقها الأسود يتحدث إلداد ينيف الذي عمل بالقرب نتنياهو يواصل كشف المسطور قال أكرم عطلة عن أكثر من مسألة ولكن في مضمونها أن من يقود إسرائيل هم رجال الأعمال والاقتصاد فيها كل يؤثر طبعا المليونيرية مثل من يؤثر على نتنياهو أو على ليبرمن أو على يائير لبيد حديثا هذا في إسرائيل ومسألة العميل إكس أيضا التي تصدرت عنوين الصحف مؤخرة من أن هذا الأسترالي الجنسية كان قد أخبر حكومة دبي معلومات حول اغتيال المبحوح نتنياهو يقول بأن من المهم إبقاء على هذه الملفات بسرية تامة لأن هذا يتعلق بأمن إسرائيل ولكن في إسرائيل هناك أصوات غاضمة من أن دولة ديمقراطية تخفي مسألة كيف انتحر ومن هو وما هو المهام التي قام بها لصالح إسرائيل كل ذلك يضعنا نتوجه بأنظارنا إلى إسرائيل وما يجري فيها وما قد نتوقع في المرحلة القادمة هل من توقع؟ يعني ما زال الاتلاف الحكومي غير مشكل وبالتالي من غير الواضح أين ستتجه الحكومة الإسرائيلية أين سيتجه نتنياهو سيتجه إلى اليمين المتشدد والمتدينين وبالتالي سيستمر بسياساته التي شاهدناها خلال السنوات الماضية أم أنه سيتجه إلى الوسط وبالتالي يضم لبيد وتسيفيليفني وربما مفاز وغيرهم من الوسط للتركيز حكومة وسط تخاطب العالم أكثر منها تخاطب الفلسطينيين يحاول نتنياهو بهذا الاتجاه بأن يجمل الصورة صورة الحكومة كما فعل في الماضي عندما ضم يهود باراك لحكومته ليخاطب العالم بطريقة مختلفة عن السياسة اليمينية المتشددة هذا من جانب إسرائيل ديمقراطية داخليا لكنها ليست ديمقراطية فيما يتعلق بالأمن الأمن بالنسبة لها هو خط أحمر لا يمكن الحديث عنه وعندما نتحدث عن العميل X أولا فهناك أمران الأمر الأول هو العلاقة ما بين إسرائيل وحكومات الدول التي ينتمي إليها اليهود واستغلال اليهود أو استخدام اليهود من جنسيات مختلفة مما سيكون هناك تبعية عملية الولاء لليهود في دول العالم هل هم ينتمون إلى الدولة التي يعيشون فيها أما هم ينتمون لدولة إسرائيل هذا من ناحية أخرى أن هناك معلومات سرية لا يجوز البوح بها بالنسبة للحكومة الإسرائيلية حول هؤلاء الأشخاص وحول عملهم وما قاموا به ربما هناك قضايا أخرى لذلك في الموضوع الأمني أعتقد بأنه قتل وليس ولم ينتحر لأنه غريب أنه وجود كاميرات وأن السجنين نفسهم يعني السجن فارغ وقال أحد الكتاب بأنه لم تظهر علامات على السجن X كما أراد وريد أن يسمى بأنه لم يظهر عليها علامات نية انتحار أو ما إلى الشاب هل تعتقد بأنه قتل قتلا؟ يعني لا يستطيع أحد جزم ذلك في ظل غياب معلومات واضحة وأكيدة لكن الحكومة الإسرائيلية معتادة على ذلك قتلت العديد من الفلسطينيين دون أن تجف لها عين وبالتالي هذا العميل هنا أو هناك لن يكون لديهم أي إشكالية في قتله أو في إنهاء حياته بطريقة ما ولديهم الطرق المختلفة سواء من البولونيوم إلى طرق إلى الإعدام لن أعطي وقتا كثيرا للعميل X لأنه هناك ألاف من الأسرة في السجون الإسرائيلية أسرة الفلسطينيين ومنهم من يواجه الموت هل تعتقد بأن الجهود الفلسطينية أعرف أنه الوقت فيه آخره ولكن التوجه الفلسطيني بقيادة السيد الرئيسي للأمم المتحدة تدخل فوري حديث عن أنه قريبا سيتم الإفراج عن رزمة مهمة من الأسرة منه مروان البرغوثي وغيره كما تسربت الأنباء هل من أيضا السيناريو متوقع على هذا الصعيد هل الأمور لن في راجع بالنسبة للأسرة الفلسطينيين نتمنى ذلك باعتقاد ربما أن يكون لفتة من الحكومة الإسرائيلية بين قوسين قبل زيارة أوباما أو خلال زيارة أوباما الإطلاق صراحة مجموعة من الفلسطينيين من المعتقالين الفلسطينيين نتمنى أن يفرج عن جميع الأسرة الفلسطينيين لأنهم يستحقون الحياة وهم من منحوا الفلسطينيين الحياة وبالتالي علينا أن نقوم بكل ما نستطيع من جهود من أجل إطلاق صراحة أولئك الأبطال الذين بمعاناتهم يعيشوا الشعب الفلسطيني قاموا خلال سنوات طويلة سواء أولئك الذين أمضوا عشرات السنين وهدرت سنين عمرهم نعم قاموا يعني هؤلاء خاصة الذين قبل أوسلو إذا جازت تعبير قبل عام 93 وحتى اليوم هم موجودين في المعتقالات الإسرائيلية لديهم سنوات طويلة من المعاناة معاناتهم ليست فقط لأشخاصهم ولأيضا لحائلاتهم وأسرهم وأسرهم نتمنى أن يكون هناك لهم إفراج عاجل وسريع حتى يعني على الأقل تعم فرحة لدى الفلسطينيين والبيوت الفلسطينية شكرا لك الأستاذ جهة حرب الكاتب والمحلل السياسي على هذه الإطلالة شكرا لك شكرا مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل إلى الزاوية الكاريكاترية فلتتفضلوا نمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة